اشتركوا في القناة حتى يتبين للمشاهد الكريم المعنى الإجمال لهذه الآيات قال تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِهِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَى فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُوا إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون في هذه الآيات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فسأل جماعة للنبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ونحن في شهر الصيام شهر الدعاء شهر استجابة الدعاء فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أن يهتدون فإخوتي نحن في شهر القرآن في شهر رمضان فعلنا أن نتضرع لله سبحانه وتعالى وعلنا أن نخاف من الله سبحانه وتعالى ونقتل من ربنا سبحانه وتعالى ونتب إليه قبل فوات الأوان فهذا شهر التوبة فهذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه أتاكم رمضان أتاكم رمضان فلنتب إلى الله سبحانه وتعالى ولنستضل فرصة الدعاء خصوصا في الأوقات التي استجاب فيها الدعاء أو التي هي مظنة لاستجابته بعد الصلوات المكتوبات وفيه شوف الليل الآخر وبين الأذانين وعند السجود أقرب ما يكون عود من ربه وهو ساجد فلنكسل الدعاء إذا كنا في سجودنا وخصوصا إذا كنا في هذا الشهر الذي هو شهر عظيم عند الله سبحانه وتعالى لأنه أنزل فيه كتابه العزيز قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ثم تحدثت هذه الآيات انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام رفسوا إلى نسائكم هن لباس لكم فبجنت لنا الرخصة التي أعطاها الله للمسلمين ورفعت ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام لأنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له أكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء وإذا نام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة فأزر الله سبحانه وتعالى هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام رفسوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تقتلون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتضوا ما قتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبجن الله آياته للناس لعلهم يتقون يتقون ماذا؟ يتقون ما حارم الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه والقدوم على ما حرمه الله سعى وتعالى في هذا الشهر خطير جدا خطير جدا فعلنا أن نمسك في هذا الشهر وفي ضيره عما حرمه الله سبحانه وتعالى لأن هذا الشهر هو شهر رحمات شهر تضاع فيه الأعمال شهر فرص تستبق الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أيضا كذلك هذه الآيات رأينا فيها أن الله سبحانه وتعالى قال وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ أَيَّ أَكُلْ بَعْضُكُمْ مَا لَبَعْضٍ مَا لَبَعْضٍ بِالْبَاطِلِ الْحَرَامِ شَرْعًا كَالْسَرِقَةِ وَالْغَصْبِ وتعلمون أن هذا ليس صحيحا تعلمون أن هذا باطلا فعلنا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يوفقنا وإجاكن ما يحبه وارضاه وأن نكون من الذين إذا ذكروا تذكروا وإذا خوفوا وخافوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته